السؤال اللي بعد كده بيقول عندي القدرة على عمل صدقة جارية على روح أمي هل أقدر أعملها لأحد من أقاربي من الدرجة الأولى؟ آه هو عايز سألني أقدم أمي ولا أقدم حد من الدرجة الأولى أمك طبعا الأولى أن أنت تعملي لولدتك صدقة جارية وإن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يجعل ده في ميزان حسناتك لكن لو قدر تعملي ده وتعملي ده آه خلاص ممكن تعملي كمان لحد من أقاربك من الدرجة الأولى بما أنك أنت عملت الصدقة الجارية لأمك تستطيع كمان تعملي الصدقة الجارية لحد من أقارب الدرجة الأولى وده كله من قبيل الصدقات لو أنت بتسألي لا أنا عندي مال واحد هل يمكن لو أن أنا عملت ده لحد قريب من الدرجة الأولى هل بك ده أكون آثم؟ لا لكن مين الأولى؟ الأم طب إذا كنت أنت عملت ده وعايزة تعمليه لإحساسك أن قريب من الصدقة الأولى ده أحوج من أمك اعمليه وهل ده يكون اسم؟ لا ما يكونش اسم هل ده الأولى؟ لا الأولى أننا نعمل للأم أما إذا كان السؤال بقى أني عند القدرة على العمل الصدقة الجارية على روح أمي هل أقدر أديها لحد من أقاربك من الدرجة الأولى؟ نعم يجوز أن أنت تديها لحد من أقاربك من الدرجة الأولى يعني تديها لعمتك لخلتك آه يجوز أن أنت تديها لحد من أقاربك من الدرجة الأولى وإن شاء الله سبحانه وتعالى يجعلها في ميزان حسناتك وإن شاء الله ربنا يجعلها بركة ونور وفضل ونعمة يا رب العالمين يا سادة احنا تكلمنا النهاردة عن نفحات خواتيم شعبان يا رب اجعلنا دائما يا رب في فضلك ونعمتك واجعلنا يا رب قادرين أننا ننوع من الطاعات حتى تكون قلوبنا مبسوطة لكي تستقبل نفحاتك يا مولانا يا رب واسع في مشهدنا واجعلنا يا ربنا اجعل أوعية قلوبنا يا ربنا واسع حتى تستطيع أن تتحمل أنوار هذه النفحات وأنوار هذه الساعات وأنوار هذه الأيام والليالي اجعلنا يا ربنا في قربك وفي رضاك واجعلنا دائما في معية حبيبك ومصطفاك يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين ارزقنا نفحات هذه الليالي واجعلنا دائما من المقربين يا رب العالمين اشتركوا في القناة